اشتركوا في القناة 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 وتابعت الوكالة الامريكية قائلة تزامنا مع القرار الامريكي بشأن خطة السلام الاممية اتخذ البنك المركزي اليمنى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية سلسلة من الاجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيدرة الحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء لتقويض سلطة الحوثيين وقضع رصولهم الى العملة الاجراءات المركزيين بخصوص فرض نظام الحوالات الموحد تهدف الى حماية النظام المالي في اليمن خاصة بعد اعادة تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية عالمية في يناير الفين وعشرين وانها ايضا محاولة لانهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيراء حوثيين على السلطة ونقلت عن اربع مسؤولين على دراية مباشرة بالوضع قولهم ان خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين ركزوا على هذا الكلمة تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين ومن المرجح انها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك منوهة الى رفض مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة وقالت الوكالة في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف في اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق لافتة الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة يسعى منذ فترة ضويلة الى انهاء حرب اليمن واعضى الضوء الاخضر لاجراء مفاوضات مباشرة مع الحوثيين مضيفة ان هذا التوجه لولي العهد السعودي جاء بعد فشله في الاضاحة بالحوثيين من السلطة خلال تدخل عسكري استمر سبع سنوات وادى الى مكتل 377 الف شخص واستفزاز معاناة انسانية واسعة النطاق عرضت المملكة العربية السعودية لمعات الهجمات الصاروخية والطائرات بدون ضيار بما في ذلك منشآتها النفطية الحيوية الان ومن خلال هذا الخبر يتضح ان امريكا هي السبب المباشر في حرمال الموظفين في الشمال من مرتباتهم ضيلت تسع سنوات من العدوان والحصار وهي الان وبعدما فشلت في اخضاء وتركيع شمال اليمن اصبحت تلعب على هذه الورقة والهدف اليوم يختلف عن الهدف بالامس فهي بالامس كانت تريد اخضاء وتركيع الحوثيين ان لم يكن القضاء عليهم مقابل المساومة بالمرتبات اما هدفها اليوم فهو ان يتوقف الحوثيون او ان يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية على الملاحة الاسرائيلية ومن يساندها من الامريكيين والبريطانيين وهذا ما يجب علينا ان نستوعبه اليوم تميعا موظف غير موظف لنعرف من هو عدو اليمنيين والمسلمين الحقيقي بدون مزايدات وبدون مغاررة اشكركم على حظين تابعتي والاسقاء ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة